ياسر رزق تخطف يا الامبي احمد ربنا ان هو تخطف بكنش فيه بني ادم بيحبه انا كنت بحب ياسر رزق بس تخطف من غير ما يديني اي اشارة هو كان عنده اي قبل ما يموت اتنين صحابه اما دول اللي هتلوه ياسر رزق ياسر رزق ياسر رزق انا لغا دلوقتي يعني مش مسدق انه ياسر مش ياسر يعني لو كلمت عنه هو كتير قوي يلا يا ياسر سمع عامه الاسلام السياسي هو القادر على تصويق وظهر ذلك في جماعة الاخوان فيما بعد هو القادر على تصويق السلام الاسرائيلي طبعا طبعا هو اوجه نداء للشعب الاسرائيلي وقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم الاسلام السياسي هو القادر على تصويق السلام الاسرائيلي امن وسلامة المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامة المواطن الاسرائيلي مستعد لدفع أي تمن حتى من السيادة الوطنية في سبيل استيلاءه على السلطة شفنا إن محمد مرسي كان مستعداً إنه يقططع من أرض مصر 1600 كم مربع شريحة في شمال سيناء مال إذن الموافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العالمية والمماركة العصبية يتفضل ومرافع لأدى موافقة محمد مرسي كان مستعداً إنه يقططع من أرض مصر كل البيالات وكل الوسائق ما تدينيش غير أنا أقول الحق ده بتاعهم ياسر رزق استقبلني كان قابل مني في الكلية أنا وابراهيم عيسى أسرة مع بعدينا ثم أصبحنا أصدقاء في شلة واحدة وجماعة واحدة هي أسرة واحدة في كلية إعلام أسرة مع بعدينا دي أسرة وطية سوف أن ألحقهم سوف أن ألحقهم خضائياً وسوف أن ألحقهم سياسياً وأن اختلاء الأمر سوف أن ألحقهم في منازلهم تا ايه يا ابني؟ تا ايه في مالك فيه؟ هو يستطيع كرئيس الجمهورية بحكم الشرعية أنه يعفي وزير الدفاع ورئيس الأركان افتقاً على الإعلان الدستوري وأنه حتى يغيره ونحط بقوة الشرعية لكن حقائق القوة تقوله أنه ما يقدرش يجيب على مزاجه خلفته ألا أختيار اختيار أول عبدالفتاح السيسي والفريق صدق صبحي رئيساً للأركان هو اختيار العسكرية المصرية أنت يا زين مختار عايز تعرف أهمية ياسر عايز تعرف تأثير ياسر بص على أعداء مصر فرحانين قد إيه؟ شمتانين قد إيه؟ يا جدع أمسك نفسك مش قادر أمسك أمسك يا معايا مقهن وأنت مع الجريدة جالس لا لست وحد نلاحقهم فيما نزلهم يمكن أن تكون في المباركات لن تضيف كنا بخطة سنتظيف قد إemaانا